في الفيديو السابق كان عليكم إيجاد النقاط العظمى للدالة F لXY يساوي X تربيع Y بوجود قيد أو شرط وهو أن قيم X و Y تنتمي إلى المجموعة التي تحقق X تربيع زائد Y تربيع يساوي 1 حددتم المجموعة المطلوبة على المستوى XY وكانت هي دائرة الوحدة التي ترونها أمامكم أما الخطوط المنحنية هنا فهي الخطوط الكنتورية التي تعبر عن قيمة ثابتة لF أي أنكم جعلتم F لXY مساوية لثابت ما وليكن C إن كانت قيمة C كبيرة فسيبدو الخط الكنتوري بهذا الشكل أما إن كانت قيمة C صغيرة فسيبدو هكذا يمثل الخط الآن القيمة F يساوي 0.01 ولإيجاد النقاط العظمى ضمن المجموعة المسموح بها عليكم محاولة زيادة قيم C قدر الإمكان دون السماح للخط بالخروج من الدائرة والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هو أن تكون قيمة C هي عندما يكون الخط مماساً للدائرة أي بمعنى آخر فلو كان هذا المنحنى هو ما يمثل الشرط X تربيع زائد Y تربيع يساوي 1 فما سيحدث هو أن الخط الكنتوري سيكون مماساً له بالطبع حتى الآن فما يزال عليكم القيام بعدة أمور لحل المسألة والأداء التي ستستخدمونها للحل هو التدرج ولكن أولاً دعوني أرسم عدداً أكبر من الخطوط الكنتورية وهذا هو حق التدرج الدالة عليكم أن تتذكروا أنه عند تقاطع هذه المتجهات مع الخطوط الكنتورية فإن زاوية التقاطع زاوية قائمة والسبب في ذلك هو لأن قيمة الدالة ثابتة على طول هذه الخطوط فلو أردتم زيادة قيمة الدالة بأسرع شكل ممكن فإن الاتجاه المنطقي هو الاتجاه العمودي إذن يجب أن لا تكون أي حركة تقومون بها من دون فائدة بل يجب أن تعمل على زيادة قيمة الدالة بناء على ذلك عند التفكير في نقطة المماس هذا فإن تدرج الدالة F سيكون عبارة عن متجه عمودي على كل من المنحنيين عند هذه النقطة وعليه فهذا المتجه هنا يمثل تدرج الدالة F عند هذه النقطة على المستوى لاحظوا هنا أن الشرط لم نعطيه اسماً بعد بل كتبناه كصيغة رياضية ولهذا أرمزوا له بجي لواي اكس ويساوي اكس تربيع زائد واي تربيع عند قيامكم بذلك تجدون أن الشرط أصبح أحد الخطوط الكنتورية للدالة G والذي يمثل القيمة واحد والآن انظروا إلى الخطوط الكنتورية الأخرى للدالة G كما تلاحظون جميع هذه الخطوط هي عبارة عن دوائر وهذا منطقي لأن الدالة تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع وإذا نظرت من الآن إلى تدرج الدالة G ستجدون أنه عبارة عن حق المتجهات له الصفات نفسها التي تحدثنا عنها قبل قليل حيث أن كل متجه وخط كنتوري متقاطعان متعامدان وهذا بدوره يعني أنكم إن نظرتم إلى رسمتنا هذا ستجدون أن تدرج الدالة G سيكون متعامداً مع المنحنيين هنا قد يكون المتجه هنا أقصر أو أطول من متجه تدرج الدالة F فما من سبب يجعلهما متساويين في الطول مع ذلك فستكون هناك علاقة طردية بين المتجهين وللتعبير عن هذه العلاقة رياضياً يمكنكم القول أن تدرج الدالة F عند النقطة العظمى داخل المجموعة ولتكن مثلاً XM وYM له علاقة بتدرج الدالة G عند النقطة نفسها لن يكون تدرج كل من الدالتين متساوياً تماماً بل سيكون متناسباً لذلك سأترك فراغاً هنا سنكتب فيه ثابت بعد قليل وهذا الثابت يربط بين تدرج F وتدرج G عند النقطة نفسها ولمعرفة مقدار هذا التناسب لابد أن يكون هناك ثابت تناسبية هنا وعادة ما يرمز له بالحرف الإغريقي لامدا ويدعى هذا الثابت بمضروب لا جرانج وذلك نسبة لعالم الرياضيات الإيطالي جوزف لويس لا جرانج والهدف منه هو جعل هذين التدرجين مساويين لبعضهم البعض وهذه المعادلة تنطبق عندما تشكل خطوط كنتور دالة ما مماساً مع خطوط كنتور دالة أخرى قوموا الآن بحساب تدرج الدالة G تدرج الدالة G هو تدرج X تربيع زائد Y تربيع وسيكون عبارة عن متجه عناصره هي المشتقات الجزئية للدالة G العنصر الأول هو المشتقى الجزئية بالنسبة إلى X وتساوي 2X أما العنصر الثاني فهو المشتقى الجزئية بالنسبة إلى Y وتساوي 2Y هذا هو تدرج G أما تدرج F فهو تدرج X تربيع ضرب Y وهو متجه العنصر الأول فيه هو المشتقى الجزئية بالنسبة إلى X وتساوي 2XY والعنصر الثاني هو المشتقى الجزئية بالنسبة إلى Y وتساوي X تربيع عليكم الآن تعويض قيم التدرج في هذا التعبير هنا عند قيامكم بذلك ستحصلون على 2XY وX تربيع يتناسب مع لامضة ضرب تدرج الدالة G وهو 2X.2Y لاحظوا أنه بإمكانكم التفكير بهذا التعبير على أنه عبارة عن معادلتين اثنتين فالمعادلة الأولى هي 2XY يساوي لامضة ضرب 2X والمعادلة الثانية هي X تربيع يساوي لامضة ضرب 2Y لديكم الآن ثلاثة متغيرات وهي X و Y و لامضة ولكن كما ترون فعدد المعادلات التي لديكم هو 2 وهذا يعني أنكم بحاجة إلى معادلة ثالثة لإيجاد حل لهذه المعادلات قد يتساءل البعض عن طريقة إيجاد المعادلة الثالثة ولكن ذلك سهل جداً فقد كانت جزءاً من المسألة من البداية وهي الشرط نفسه X تربيع زائد Y تربيع يساوي 1 هذه هي المعادلة الثالثة إذن هذه هي المعادلات الثلاث التي تعبر عن عملية الاستمثال المشروط هنا فالمعادلة الثالثة تصف دائرة الوحدة بينما تصف المعادلتان الأولى والثانية ما يجب فعله لجعل الخطوط الكنتورية لـ F و G تمس بعضها البعض سنتوقف إلى هنا ونكمل الحل في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر